حقق البريطاني رويس هاملتون بطل العالم ثلاث مرات فوزه بسباق جائزة النمسا الكوبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورميلا وان لسياراته بعد استدامه بزميله في فريق مارسيدس نيكوروزبرغ في لفت الأخيرة أثناء صراعهما على المقدمة أنهاروزبرغ متصدر الترتيب العام السباق في المركز الرابع ليتقلص الفرق مع ملاحقه هاملتون إلى 11 نقطة بعد 9 سباقات من إجمال 21 سباقنا وحقق هاملتون الانتصار رقم 250 بالنسبة لسائق بريطاني في فورميلا وان منذ انطلاق البطولة عام 1950